اليوم عندي نقطتين منهجيتين تعرفوا أنا بحاول دايماً نحن عم نواكب تطور الأحداث أني فكر بطريقة تسمح باستخراج معادلات تساعدنا في تحليل الواقع السياسي يعني تصير من مخزوننا الثقافي والفكري اللي نستفيده من مراقبة سير الأحداث وتطورها والإيقاع اللي بتتم على أساسه مش نكتفي فقط بخلاصة التحليل بل ببناء منهج التحليل ببناء منهج التحليل أنا أذكر بعد حرب تموز 2006 اللي تابعوني بكتاباتي بإطلالاتي بمقارباتي حاولت أن أستخرج معياراً لتعريف النصر والهزيمة في زمن حروب القرن الواحد والعشرين والمنطلق هو أن الشكل المبسط للنصر والهزيمة لن نراه يعني منذ الحرب العالمية الثانية خلاص انتهى ما عاد نشوفه هذا زمن الدخول إلى العواصم وفرض السيطرة أو الاستسلام توقيع عقد الإذعان أو تخلي الحاكم عن السلطة هذا انتهى تدمير القوة المقابلة بالكامل وإخراجها كما حدث مع ألمانيا بالحرب العالمية الثانية أو مع استسلام إمبراطور اليابان النصر والهزيمة صارت له معايير أخرى والمعايير غير يعني محددة بأدوات قابلة للقياس يعني لما بنحكي عن نصر تموز مثلاً بنحكي على عدم تحقيق الأهداف يعني أن الجيش الإسرائيلي وضع لنفسه أهدافاً فشل في تحقيقها فإذن هو هزم نحن أفشلناه فإذن نحن انتصرنا طبعاً هذا المعيار غير كافي لأن هذا المعيار هو أقرب إلى النصر السلبي منه إلى مفهوم النصر الاستراتيجي فبالتالي بحقلك تقول أنه أنت أحسنت في الدفاع لكن الحديث عن النصر يحتاج إلى منجز بدرجة أعلى ومرتبة أهم خاصة أنه نحن كلنا تعاملنا مع نصر تموز بصفته نصر تاريخي مش فقط نصر استراتيجي ووصفه سماحت الإمام السيد حسن بصفته النصر الإلهي فشو هي المعايير؟ أنا انطلقت في الجواب على سؤال دائماً كان يرمى في وجهنا لهو لا توازن الخسائر أنه أنت خسرته دمار قتلى جرحة يعني شو هذا حجم خسائر وعم تحقوا عن نصر قياساً باللي خسرته إسرائيل طبعاً كان عنا جواب دائماً لكن جواب سلبي بمعنى أن النصر لا يكون دائماً في ضفة الذي تكون خسائره أقل بدليل أن ألمانيا كانت خسائرها في الحرب العالمية الثانية أقل من روسيا الاتحاد السوفيتي بكثير ولكن رغم ذلك الذي انتصر هو الاتحاد السوفيتي لكن وقته كانت علامة النصر السوفيتي هي الدخول إلى برلين يعني ما كان بحاجة السوفيتي أن يقدم الإثباتات والأدلة لأنه ضحر الجيش الألماني من أراضيه ومن ثم بقي مندفعاً في أنحاء أوروبا وصولاً إلى دخول برلين وتحرير برلين الشرقية المعادلة التي قدمتها أنا منذ حرب تموز 2006 تجيب على سؤال معيار النصر والهزيمة بعد نهاية الحرب ما ستحدث عنه اليوم هو كيف نقيس الاتجاه نحو النصر والهزيمة خلال الحرب وهو أمرين مهمين بيساعدون كثير نحن بمنطقتنا هذه لن تكون الحرب الأخيرة ونحن نحتاج أن نتثقف ونثقف جمهورنا بآليات فهم لنصير عم نفكر بطريقة واحدة بعد نهاية الحرب أنا انطلقت من معادلة تقول أن الجيوش كل جيوش بما فيها القوى المقاومة التي تعتبر جيوش غير نظامية لكن أن القوى المسلحة عموما لها قدرة عسكرية صافية ولها قيمة استراتيجية القدرة العسكرية الصافية حكينا أستاذ عبد الحميد نحن عن عدم تحقيق الأهداف وقلنا أنه هذا يعتبر نصر سلبي بمعنى لا يتيح الحديث عن نصر تاريخي ونصر استراتيجي فكيف يمكن الحديث عن نصر تاريخي وستراتيجي بأي معايير القدرة العسكرية الصافية وهون عم نحكي عن شي قابل للقياس يعني أي واحد بقدر يقول صح أو غلط القدرة العسكرية الصافية للجيوش هي عديدها هي تسليحها هي إمكاناتها لكن هل أن القيمة الاستراتيجية للجيوش تقاس بقدرتها العسكرية الصافية الجواب قطعا لا بدليل أنه في دول أنا كنت وقت أحكي عن السعودية مثلا لأنه ما كانت عاملة بعد ولا حرب قبل ما تطورت بحرب اليمن يعني اللي سودت له وجهة ونزلت من إيمتها ومستواها لكن خلينا أنه هذا الجيش عديدا سلاحا إمكانات مستودعات أسلحة أسلحة متطورة كل جيوش الخليج بلا استثناء هلأ الجيش المصري بقدراته بإمكانياته بهذا قدرة عسكرية صافية عالية ما هي القيمة الاستراتيجية للجيوش هي بمدى منحها لصانع القرار القدرة على اتخاذ قرار حرب عندما لا يكون قرار الحرب موجودا على الطاولة سواء بسبب التبعية السياسية أو بسبب ضعف درجة الاستقلال ضعف الإرادة الوطنية عندما لا يكون قرار الحرب على الطاولة بأي حالة من الحالات فهذا يعني أن القيمة الاستراتيجية للجيوش صفد طيب عندما تكون هناك قيمة استراتيجية للجيوش مثلا الجيش التركي بروح بيعمل حرب ففي قيمة استراتيجية للجيش التركي الجيش الإيراني بروح بيعمل حرب في قيمة استراتيجية وهكذا هذه الجيش الإسرائيلي بيعمل حروب في قيمة استراتيجية للجيش الإسرائيلي المقاومة في قيمة استراتيجية لأنها بتعمل حروب طيب عندما تدخل الجيوش في حرب وتخرج من الحرب هل يمكن قياس القيمة الاستراتيجية للجيوش قبل الحرب وبعدها؟ نعم بقياس درجة قدرة صانع القرار السياسي على الذهاب إلى حرب أخرى الشيء الأكيد بعد حرب تموز أن الجيش الإسرائيلي قيمته الاستراتيجية انخفضت لأن إسرائيل بقيت سنوات حتى طوفان الأقصى لو لم تأتي المقامة الفلسطينية عليها بالحرب لما تجرأت هي على الذهاب إلى حرب وبالتالي الذي ترتب على حرب تموز هو إضعاف قدرة إسرائيل على الذهاب إلى حرب وهنا على كل حال كل أدبياتهم تتحدث عن هذا أنه باتت إسرائيل أقل قدرة أقل جهوزية أقل استعداد وعم نرمم قدرة الردع وعم نعيد بناء القوة وعم نستفيد من دروس تموز وبالتالي ضعفت القدرة على الذهاب إلى حرب مرة أخرى فإذا هنا ضعفت على ضفة المقاومة هل زادت الثقة بالقدرة على الذهاب إلى حرب نعم فإذا هنا المنتصر وهنا المهزوم وهذا إذا طبقناه بكل حالات الحروب المعاصرة سنكتشف أن هذا أداة قياس قابلة للاستخدام وقابلة لإعطاء النتيجة الصحيحة أنه على ضفتي الحرب تمت من خسر القدرة التي كان يملكها بذات النسبة في الذهاب إلى حرب وثمت من كسب نسبة إضافية لقدرته على الذهاب إلى حرب فمن كسب كسب الحرب ومن خسر نسبة خسر الحرب هلأ نحن بقلب هذه الحرب كتار بيتساءلوا طيب أنتوا عم تحكوا على المقاومة منتصرة عم تحكوا على إسرائيل مهزومة يأتي شوف في معيار نستند إليه هنا ما أريد أن أتحدث عنه نحن بهذه الحرب مرينا بعدة مراحل طلعت فيها الموازين ونزلت بما يسمح لنا باستخلاص نتائج واستخلاص معايير المعركة تدور أولا وأخيرا على من يستطيع تفكيك الجبهة الداخلية للآخر لأن الذي يوقف الحرب على أي طرف من الطرفين يدفعه باتجاه طلب وقف الحرب هو الشعور بأن وضعه الداخلي لم يعد يتحمل الذي يستطيع أن يخلق للآخر حجم من المشاكل الداخلية التي تجعله عاجزا عن المضي في الحرب ثم تجعله مضطرا لطلب وقف الحرب عندما تدفع عدوك إلى هذا فأنت تنتصر عليه قياس الخط البياني لمدى الثقة بخيار الحرب والأمل بإمكانية أن ينجز خيار الحرب انتصارا كلما كان هذا الخط البياني صاعدا فالجهة المعنية فيه هي في وضعية اقتراب من نصر حتى لو ما تحققوا نقلب الميزان بالآخر بنقلب منقول نقلب لكن بسياق الحرب في كل مرحلة من المراحل نستطيع أن نقيس هذا الخط البياني عم يطلع أو عم ينزل هل تزداد الثقة بالجهة التي تخوض الحرب بأنها جهة يجب أن تمحض الثقة هي جهة تحمي وتدافع وتقاتل وتنجح في تحقيق الأهداف أم هي جهة ليست موضع ثقة وأن الأمل بالفوز والنصر يتضاءل وأن الشعور بالأمن والثقة بجدوى استمرار الحرب يتراجع هذا المعيار إذا أخذناه رح نلاقي عنا مرحلة أولى تمتد حتى 17 أيلول يعني محل عم نحكي موعد تفجير البيجرات كانت إسرائيل في خط بياني نازل من يوم الطفان وجاي وهي في وضعية أن بيشتري الثقة على الغضب على روح الانتقام صاحب القرار في الكيان يعني هون عم نحكي عن نتنياهو وحكومة المجموعة اللي معه ولا يلبث هذا الدعم أن يتلاشى بيرجع بيشتري وقت تاني يعني إذا من رائب نحنا فات الحرب هو على أمل أنه سينهي بعد ست أسابيع ثم رأى على اتفاقتنا صار يحكي عن مجمع الشفاء بعد مجمع الشفاء صار يقول لا لازم نفوت خان يونس ما تحاسبونا بعد ما انتصرنا بعد خان يونس صار يقول لازم نفوت رفح ونلاحظ أنه بعد ما بيكلم حطة من هول كان يبلش عالي وينزل لأنه يبين أن الأهداف لم تتحقق وأن الوعود لم تنفذ وبالتالي كان يبدو أن ميزان الثقة عم بعيش حالة من الصعود والهبوط لكن الخط البياني الدائم فيها هو هبوط بوضعية الكيان بينما المقامة اللي بعد الطفان كانت في مرتبة عالية جدا لم ينجح الاحتلال بهز الثقة فيها رغم المجازر رغم القتل رغم التدمير بقى الرأي العام الفلسطيني ونحن عملنا واحدة من الحلقات استعرضنا فيها استطلاعات الرأي على مدار أربعة استطلاعات يعني بنهاية السنة الماضية بديسمبر 23 بأذار بأيار وبتموز وفيها دائما كان يبدو أن المقاومة انتقلت من خمسين وصلت إلى 73% تأييد داخل غزة وبالتالي هذا كان يقول أنه والعنوين الأخرى أنه يعني الجملة التي أكررها دائما لجمالية معناها عن لسان السيدة الفلسطينية التي قالتها على الهواء لدينا من الأقمش البيضاء ما يكفي لنكف أبناءنا لكن ليس لدينا قطعة قماش واحدة لنرفعها على من أبيض فهذا هو لسان الحال الحقيقي فلم ينجح الاحتلال في أن يضرب الثقة ويضرب الأمل بالنصر ويضرب الثقة بالقوة التي تقاتل بينما داخل الكيان كان هذا الأمر حتى 17 أيلول موضع تساؤل كبير ما فيه ثقة راسخة والخط البياني بلش ب94% مؤيدين للحرب انتهى ب27% بين 17 أيلول و27 أيلول يعني تفجير البيجر واغتيال سماحة الإمام السيد حسان واقعا يجب أن نعترف بأنه تمكن من تقديم أسباب كافية لليقين بالثقة أنه الرأي العام داخل كيان الاحتلال شعر بالزهو شعر بالنصر شعر بالفخر بجيشه بأجهزته الأمنية بكفاءتها العالية بقدرتها على الوصول وهذا مش كافي لنقول أنه هو في مناخ نصر على الضفة المقابلة الثقة التي كانت بأعلى درجاتها بخيار المقامة اهتزت أنه نحن لا نرى المقاومة التي كنا نتوقع أن نراها نحن لا نرى التماسك الأمني الذي كنا نظن أنه موجود بعد تدمير الضاحية والجنوب والبقاع لم نرى الصواريخ التي كنا نتوقع أن تتساقط على تل أبيب ثم جاء اغتيال الإمام السيد حسن فصار النموين يعني ووصلين لهون الإسرائيليين وتحكيني عن النصر فكان هذا الاهتزاز كبيرا في هذا المزاج العام المؤيد للمقاومة وكان مقابله ارتفاع بمستوى الثقة بالنصر من سبعة وعشرين وجاية عم نحكي على يعني تقريبا صار قرابة خمسين يوم بهالخمسين يوم واقع الحال الخط البياني عكسي تماما داخل الكيان المعادلة هي التالية وأي واحد قادر يتحقق من هذا الموضوع على وسائل التواصل يعني موجود التعليقات والصحف الإسرائيلية والقنوات العبرية أنه نحن فتنا على أساس الصواريخ بدت تنقص زادت كانوا ثلاثين صاروا ثلاثمية كان مداهن سبعة كيلو صار سبعين كان عشرة صار مية كان رأس المتفجر للصاروخ عشرة كيلو جرام صار مية كيلو جرام ميتين تلاثمية ولا يمكن راحين على الخمسمية كيلو جرام العدد الذين كانوا مهجرين ستين ألف صار تلاثمية ألف غير الآمنين صار تلاث ملايين وأربع ملايين عن شو عم تحكيني عن أي ناصر رحتوا على العملية البرية أربعين يوم ما قدرتوا تأخذوا قريب واحدة وتعلنوا السيطرة عليها وتعدوا فيها وتتجرأوا أن تقولوا للصحفيين شرفوا هذا مؤتمر صحفي لرئيس الأركان لقائد المنطقة الشمالية ببنت جبال شو هذا الجيش الإسرائيلي الجبار هل أدت جبروته؟ هاي هي أنه تعد بتصور لي ببيت أربع كنبيات ما بنعرف إذا موجود داخل مستوطنة أو داخل الأراضي اللبنانية فانهارت الثقة مش بس اهتزت الثقة ومعها إذا كانت مسيرة المقاومة تدخل غرفة نوم نتنياهو فأنا تدخل إلى سريري يعني ما في حدا بأمان إذا كان الحصن الحصيني اللي هو منزل رئيس الحكومة ليس بأمان إذا كان مطلوبا أن أثق بأن هذا الجيش يحميني فدر التاج هذا الجيش هي لواء قولاني لم يستطع أن يحمي الثقة التي يعقد فيها اجتماع تدريبي لضباطه وجنوده وتدخل مسيرة حزب الله إلى طاولة الطعام وتقتل وتجرع قرابة المئة وبالتالي جرد خط منتظم مش لمعة استمرارية ومثابرة على رسائل تقول أن هذه الحرب بلا جدوى أن هذا الجيش لا يحمي أن هذه الحكومة أكذت خيارا خاطئا أن الرهان على الحرب هو في غير مكانه على الضفة الموازية مش فقط استرهعت الثقة تضاعفت الثقة أنه إذا المقام بعد أن لحق بها هذا الذي لحق بها والذي لو لحق بدول عظمى لسقطت وانهارت ولو لحق بجيوش كبرى لتفتكت فكيف بعد هذا الذي جرى يخرج من المقامة ما يخرج منها الآن هذه المقامة كانت عظيمة بنظرنا قبل هذه الضربات هي الآن أعظم هذه القدرة على الثبات في الخط الأمامي هذه القدرة على رمي الصواريخ وإيصالها إلى أهدافها وإلحاق الأذى بعمق الكيان الآن نستطيع أن نتحدث مش فقط عن بحكي بالجمهور اللبناني المؤيد للمقامة ما في محل كان موضع يعني تأييد للمقامة ولم يتم استعادة زخم التأييد بأضعاف بسبب عظمة الذي يجري إبهار الذي يجري الشعور بأن المقامة تمسك زمام المبادرة وتسيطر على ناصية الحرب وبالتالي إذا أردنا أن نستخرج معادلة نقول نقيس بناء عليها فالمعادلة الخط البياني للثقة بقرار الحرب وخيار الحرب ودرجة الشعور بالأمل من جدوى الاستمرار بالحرب هل هذا يتعزز عندما يتعزز على ضفة ويتراجع على ضفة المقابلة فهذا يعني أن ميزان الحرب يميل ميزان الحرب يميل إلى هذه الضفة وليس إلى تلك الضفة أنا ما رح أفصل كثير أنا حبيت حط هذه القلاصة لحتى أي حدا مننا يعمل عليها هو تطبيقات ويعمل عليها مقارنات ويشوف أنه إلى أي مدى هذا الميزان بيقدر هو يجادل فيه ويقنع فيه ويحاور على أساسه ويستطيع الإقناع بأنه إذا قال أن ميزان القوى الآن لصالح المقامة هو لا يقول هذا كانطباع هو لا يقول هذا لأنه مؤيد للمقامة بل لأن بين يديه وقائع غير قابلة للنفي وللإبطال اشتركوا في القناة